شكرا معلقنا الكابتن أحمد منا إذن انتهت أحداث الفترة الأولى والثانية بتقدم النادي الأهلي 50-20 في مباراة يعني يمكن نادي الأهلي النهاردة في حالة فنية أحسن بكثير كمان من مباراة أول أمس بدليل انتهاء الفترة الأولى أو النصف الأول من المباراة بفارق 30 نقطة على عكس المباراة اللي فاتت أكيد النهاردة نادي الأهلي أحسن كابتن سلعود تهيئ لي يعني النهاردة الحمد لله أفضل بكثير وخالفنا كل التوقعات فرقيتنا نازلا هذا مركزة أكتر من المباراة هي بداية قوية من النادي الأهلي وتركيز أكتر وفص بريك أحسن الجري على السلق أحسن لم الكور أحسن السيطرة على السلتين سرعة جدية في الأداء بصراحة تغييرات عملها مستر وجستي لتنشيط الملعب باستمرار مو من طريق خيري وعمر طريق أعتقد هم نجوم الشوت الأهل فريق التأمين حتى عشر نقاط في الشوت الأولاني وعشر نقاط في الشوت الثاني وده يدل على قوة دفاع النادي الأهلي واستغلال الفرص للجاري على في الفريق عليهم الفرقة حاليتها كويسة جدا النهاردة بصراحة بدنيا وزهنيا وتركيز في الملعب وإيجادة في كل حاجة بالنسبة هتلاقي أعلى من المباراة الماضية بالنسبة للفول النتيجة تتكلم عن نفسها طبعا نتيجة تتكلم عن نفسها وأعتقد أن هيستمر الأداء ده في شوت الثالث والرابع ودي طبعا هتبقى بروفة جدية جدا جدا لما هو قادم ومبشرة لي نحنا للجاري ان شاء الله يا رب ان شاء الله كابتن طهر أنا أعتقد زي ما قلنا أنه ممكن يبقى لسكور حسب من المرة اللي فاتت كما توقعنا وعموما نهارده أنا شاف أنه عمر طارق بياخد بوزيشن كويس قوي واخد أمكن كويس قوي بيستلم صح بيعمل ساكن شوت أو أوفنسيف ريباون كويس وزائد الفرقة كلها عاملة ديفنسيف ريباون عالي جدا صحيح يعني نشوف يمكن النسبة عشرة لواحد نعم بالنسبة بالنسبة لمصر التأمين واحد لعشرة بلينا ريباون في زائد طبعا مؤمن طاري الخيري الصاعد الواعد ده يعني ما شاء الله عليه النهاردة لا هو الولد هايل بالسفة مستمرة الولد من أحسن اللعيب اللي موجودين في أعتقد اللعب دور جامد جدا مع كابتن طهر ما كان رئيس قطاع نشيين في انه كسب بطولة واثنين وثلاثة فقاة في اللوع عنده السبات انفعالي ما شاء الله عليه وخبرات السبعة لسنة أخيرة نعم وأعتقد هو امتداد يعني وأبو النصر كمان نهاردة من أهاية الفرقة كلها حالتها احنا قلنا برضه عشان لنا ما ننساش حد قلنا الفرقة كلها حالتها من ناحية التركيز والأداء في أعلى مستويات بس هو المطشي مش يعني مقياس لأن طبعا مصر التأميل بتعاني من عدم موجود محترف غيب أربع لعبين وعدم موجود محترف طبعا احنا بنتكلمة كابتن طاهر على فرقتنا فرقة اداء الفرقة بتاعتنا احنا نتكلمش عنها النسب النسب المؤجرات في في نعم يعني أنا فهمت أصدح لكن النسب دي ممكن ما تبقاش أكوريت قوي في مباراة قوية بس بس كابتن سالعوي أرضو انهو ممكن يبقى مؤشر جيد اه طبعا ان انت حالتك كويس ان ان انت بتطبق نعم بتطبق سواء تكتيك بالزبط سواء شوتينج بتطبق كل اللي بيطلبه منك المدرب إلى حد ما بطريقة أسهل عشان تقدر بعد كده هو تواجه في النهائيات فرقة قوية فتبقى يعني شبه لعبت ماتشاط قدرت تعمل فيها اللي انت عايزه بسهولة شوي يعني زي يعني انا مش عاوز اقول تدريب مع احترام لمصر التأمين طبعا مستمين فرقة كيدة جدا وهي تمانية الكبار تقول ان نقص أربع لعيبة فده طبعا فرقة الوحدية واحنا مقدرين ده وشايفين انه هم لو كاملين هيبقوا ند قوي جدا طبعا اكان هناك كاملا كان معانم المحترف كمان كان محترف كويس تم اختياره كويس طب كابتن عايز اشير لحاجه برضو بعد اذنة حضراتكم النهاردة ريح تومسون حبة يعني ادالي برا على البنتش شوية بتهاجل ده حاجة جايدة انه تومسون حقيقة بيبقى عليه اللود رقي في ظل اسابة عزب طبعا مودي الجرح بيقدي ومو ما من طريق خيري ومو من مسك الملهم يعني أصدقل أنه هو النهاردة يعني هو شكله كده جاي عايز رايح تمس يعني بدأ بيه شوية وداله بس إيه ودي في الحقيقة برضو حاجة يعني تبسطنا يعني مثلا أنا أعتقد أنه هو الظاهرة الصحية برضك أنه هو ابتدى كمان يصخ في مودي الجرحي وتأكد أنه هو الإصابة يعني الفترة فيها دلوقتي قدر يرجع فبالتالي قبل رجوعه يعني معناها أنه هو هيدله مساحات وهو داله مساحات أصلا في مصرية زمالك والاتحاد لعب طبعا ديه ظاهرة صحية وكمان لما يرجع عمر عزب هيبقى عندك إلى حد ما فيه ثلاث بريميكرات خبرة لما يكون عنده خبارات ده بتبقى مهمة لأنه هو الليدر في أوقات فيه في الملعب طبعا كابتن مشاركة مروان سرحان النهاردة كنا بتفرج له على كرة دلوقتي يعني أوفنسيف ريباوند فولو يعني هل هل يعني النهاردة مشاركة مروان سرحان قوة للفريقة كابتن؟ طبعا هي بلا شك بصق هي الفرقة كلها مجموعة أي غياب منها بيأثر وأي إضافة لها بتزيد نعم فمروان سرحان من الإضافات اللي اضافها النادس الموسم ده فأعتقد أن دي من أول مباراة يلعبها تقريبا قبل بعد الإصابة الولد كويس النهاردة لسه يعني هو لسه برضو بيتحسس لأن العودة بالإصابة وفي خوف في الآن ولزلك شفت ان شفت زملائه أعمو شجعوه ازاي فالروح دي هي روح النادي وهي روح المكسك الواحد يعني يدي نصيحة للعيب عجبنا باللقطة دي من أحسن لقطات في المباراة اللي هما الزميلو بيهيسوا المروان سرحان معاول باسكت جابوا كعوديته المورا خلينا أقول يا كابتن أنه يعني نصيحة للعيبة أنه تمسكوا بده ما تفرطوش في الروح حبوا بعضيكم أكتر تربطوا أكتر عملوا تاريخ لنفسكم لنديكم طبعا فرصة إحنا من زمان نفسنا نوصل لفرقة زي دي لو كل ما هنتمسك بأسباب المكسب الحقيقة اللي موجودة دلوقتي في الفرقة كل ما هنقدر بشكل كبير أن احنا ناخد سنوات بطولات كتير طبعا ما هي دي دي أنت حضراك زي ما تكون بتحط أسس دي دي من الأساس يعني الروح بتأدي لماكسب نعم كل إضافة بتأدي لماكسب طبعا فأنت في خلال الفترة في مكتسبات لازم أبني عليها وزودها وما فردش فيها وما فردش فيها يعني مهما حصل ومهما تقال ومهما تعاد لازم يعني أحافظ عن الروح دي وفي الحالتين لقدر الله لو برضو فيه خسارة لازم أكون عندي نفس الروح اللي أنا هستبدي بيها أنه نكسب المطش اللي بعده أو في المطش أنا زود نفسه طب كابتن طهر يمكن في مقولة بتقول المكسب بيجيب مكسب مقولة دايما بتقول كده ومقولة دي في الرياضة وحدك طبعا عصرتها وشفتها وطبقتها في حياتك المهنية كطبعا كهيت كوتش كبير في كرة السلة شايف نداحة إيقا مع الفريق الأول المكسب بيجيب مكسب والدليل نتائج أنا زي ما قلنا أن الثقة اللي بيزرحها الجهاز في اللعيبة هيا دي اللي بتخليهم بيخرجوا من مكسب على مكسب يعني الثقة إن أنا واثق إن أنا كويس وبالذات الناشئين واللعيبة اللي بتبقى منصابة ورجعت هم الدور كلهم بيكمنوا بعضيهم نعم فبالتالي احنا خرجنا مطولة القاهرة دخلنا مطولة العربية مرتبط بعد كده كاس مصر فالمكسب بيجيب مكسب رب يوفقهم في اللي جاي إن شاء الله خطوة للفضلة دي مهمة جدا دور السوبرينج مهمة إن شاء الله بس المؤشرات هي اللي بتدينا حافظ هي المؤشرات بتديك حافظ بس أنت عارب دايما إحنا راضيين وعارفينا يا كابتن إحنا دايما القلق موجود يعني بعد الشر لازم لازم القلق ده ظهرة صحية إن لازم أنا برضو أعمل حساب واحترم الخصم نعم برضو دي من المؤشرات وطبعا المسألة كمان إيه إن أنت لازم توازن نفسك بين الثقة الزايدة وصح والاحتزاز نعم يبقى لازم فيه حاجة فصلة ما بينهم فصلة بهم خيط نعم إن فصلة بهم لازم أمشي على الخيط ده بحيث إن أنا لا أصغ في نفسي زيادة عن اللزوم ولا بقى مهزوز ولا بقى مهزوز صحيح ودي مهمة جدا وبالنسبة حتى كمان سرحان أنا أعتقد إن هو لعيب برضك ليه خبراته طبعا ما كانش كويس ما كانش نادي لا يتعاقد معه اتكلمنا إن هو كان عندنا شورتش برضك في مركز أربعة ومركز واحد غيابه هو أحمد حمدي بالضبط يعني جيه في وقت كان بسردوات الحمد لله مع يوسف المعداوي مع مروان سرحان رجاء مع أحمد إسماعيل بتاعي إن شاء الله ما عندلاش أزمة بإزن الله أحمد إسماعيل يعني بيساعد هنا بيساعد هنا وهنا طيب تمام خلينا نروح لأرض الملعب بستأزم ضيوفي والسادة المشاهدين هنطير لصلاة الأمير عبدالله الفيصل لنقل أحداث الفترة الثالثة والرابعة من مباراة كرة السلة الأهلي ومصر التأمين جيم تو في الأدوار الإقصائية فإلى هناك ترجمة نانسي قنقر